اشتركوا في القناة وفشل حكومتها في ادارة ملف غزة مضيفا ان مصر تجدد تأكيدها لكافة الاطراف على ضرورة توصل الاتفاق النهائي بشأن اقرار الهدنة في قطع غزة رحبت مصر بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية حول الاثار القانونية للسياسات والممارسات الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية كما رحبت مصر بما تضمنه رأي المحكمة من تأكيد التزام كافة الدول والمنظمات الدولية والمؤسسات بما في ذلك الامم المتحدة بعدم الاعتراف بالوضع الناتج عن وجود دولة الاحتلال الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية المحتلة وطلبت مصر جميع الاطراف الدولية باحترام وتنفيذ الرأي الاستشاري للمحكمة والمساعدة في تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه الشرعي في تقرير مصيره والعمل على انهاء المعاناة الانسانية التي يتعرض لها مشددة على المسؤولية الجمعية لكافة الدول في انهاء تلك المعاناة لا سيما من خلال وقف الانتهاكات والاعتداءات الاسرائيلية الجارية على قطاع غزة والعمل على ادخال المساعدات الانسانية لمواجهة الكارثة الانسانية المتفاقمة في القطاع كما اكدت مصر استمرارها في بدل كافة الجهود من اجل تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروع وقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية واحلال السلام العادل والشامل على اساس حل الدولتين يتابع الدكتور المصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الاعطال التقنية العالمية والتي تسببت في مشاكل اثرت على عدد من البلدان بما في ذلك المطارات وشركات الطيران ووسائل الاعلام والبنوك ووجه رئيس الوزراء بتشكيل خلية ازمة من الوزراء والجهات المعنية للوقوف على تأثيرات وتداعية هذه الازمة والتعامل معها كلفت النيابة العامة فريقها الفني المتخصص بمتابعة انتظام العمل على كافة مواقع وتطبيقات النيابة العامة الجنائية والأسرة والمرور وجميع الخدمات التي تقدم لجمهور المواطنين فتبين انها تعمل بانتظام وذلك في اطار ما رصدته واوردته وسائل الاعلام المختلفة بشأن تعطلن بعض انظمة مايكروسوفت العالمية مما ادى الى توقف العمل بالعديد من الخدمات والمواقع الالكترونية عالميا وقالت نيابة العامة انها تتابع عن كثب مع فريقها الفني على مدار الساعة انتظام عمل تلك التطبيقات والمواقع والخدمات المقدمة للمواطنين رحبت الحكومة الفلسطينية بتجاوب الاتحاد الاوروبي مع طلبها تقديم دعم مالي طارئ بقيمة اربعمائة مليون يورو واعتبرت انه يشكل خطوة همال المساهمة في التخفيف من الازمة المالية والاقتصادية الخانقة التي يمر بها الفلسطينيون والتي تفقمت بعد العدوان الاسرائيلية على قطاع غزة ومن جانبها اقترحت المفاوضية الاوروبية استحداثة منصة للتنصيق بين الجهات المانحة للفلسطينيين مشيرة الى ان برنامج الدعم الاوروبي لفلسطين من شأنه السماحة للسلطة الفلسطينية بالوصول الى تحقيق توازن في الميزانية بحلول عام 2026 اعلنت منظمة صحة العالمية انه لم يتم تسجيل حالات شلل الناجمة عن شلل الاطفال حتى الان في قطاع غزة وذلك بعد العثور على الفيروس في عينات من مياه الصرف الصحي الذي ضمرت مرافقه اقال كريستيان لاندمير المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية ان شبكة مختبرات شلل الاطفال العالمية قامت بعزل فيروس شلل الاطفال من النوع الثاني في 6 عينات مراقبة بيئية تم جمعها في 23 من يونيو الماضي شدد على انه تم حاليا عزل الفيروس عن البيئة فقط ولم يتم تسجيل اي حالة شلل مرتبطة به منوها بانه يتم حاليا تحديد مدى انتشار الفيروس عقد الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة اجتماعا ثنائيا مع نظيره الجزائري احمد عطاف على هامش مشاركتهما في اجتماع منتصف العام التنصيقي التابع لاتحاد الافريقي والذي تستضيفه حاليا العاصمة الغنية اكرا اشهد وزير الخارجية بتطور الكبير الذي اشهده مستوى التنصيق والتشاور السياسي بين البلدين كما اعرب عن استعداد مصر لتكون شريكا اقتصاديا للجزائر من خلال المشاركة في تنفيذ مشروعات التنمية العملاقة والبنية الاساسية الجزائرية من ناحية اخرى اشهد وزير الخارجية بدر عبدالعاطي بالدور الذي تقوم به الجزائر في نصرة القضية الفلسطينية مشاهدين انتهى الموجز ولمزيد من الاخبار يمكنكم تحملوا تطبيق اكسرا نيوز من خلال ابل ستور او جوجل بلاي او من خلال الQR كود الظاهر من حضرتكم على الشاشة شكرا على طيب المتابعة تقبلوا تحياتي انا محمد انصاري ودمتم في امان الله اشتركوا في القناة